تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية في مناطق شمال غرب الرمادي الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وتسعى القوات العراقية لإقتحام ناحيته تواكبيسة من أهم معاقل التنظيم في الأنبار طارق ماهر والتفاصيل خلال أربعة أيام استعادت القوات العراقية والسيطرة على عدة مناطق بينها السفرية والبطيبان وزنجورة والقرية العصرية ومنطقة العقبة التي تحتل موقعا جغرافيا يصنفها كمفتاح لدخول قضاء هيت شمال غربي الرمادي والتي كانت مركزا لهجمات التنظيم في عموم الأنبار تقدم كبير وتم تحرير ثمانية مدن قريبة من هيت اليوم المعارك في معمل الكويسة الذي يبعد خمسة كيلو عن هيت ومناطق أحمد الكريم التي تبعد كيلوين عن هيت إذن القوات المحررة على مشارف هيت القوات العراقية تطوق مدينة هيت من المحورين الشمالي والجنوبي فيما انسحب التنظيم من ناحية كويسة بالكامل وتوجه عناصره إلى ناحية القائم الحدودية مع الجارة سوريا بالأنبار غربي العراق داعش قد تمدد أيضا في المساحة التي خلف الحدود العراقية داخل سوريا وهذا يقضي عليهم أن يقدروا أن العمق السوقي للتنظيمات الإرهابية أصبح عميقا ويتمدد على مساحة واسعة وهذا يلزمهم أن يقطعوا أوصال هذه التنظيمات القوات العراقية تحاول عبر فتح جبهات متعددة في القتال ضد تنظيم الدولة لتخفيف حصاره على قضاء حديثة ولإنهاك مسلحيه الذين كانوا يعولون على كبر المساحة الجغرافية لمحافظة الأنبار التي تعادل ثلثة مساحة العراق طارق ماهر التلفزيون العربي بغداد ترجمة نانسي قنقر